اه نحن اه رح نبلش الموجودين مساء الخير للجميع اه اليوم الرسمية اليوم ستكون عن الكمحاب مثل ما خبرناك ووقعدناك ومتل ما بتعرفوا الكمحاب مش انه اكساس كنترول عم اتركب او ومش بالعكس الكمحاب في اكتر سولوشنز اكساس كنترول في اكتر سولوشنز ورح نحكي عن سولوشنز كتير حلوين ومميزين اهم ميزة الكمحاب ان تركه بواب مكان يعني الـ Access Control معناتها مش إنه أنا بس فيني ركبها عباب في عندنا أشخاص بتركبها على أسانسير في عندنا أشخاص بتعمل عليها Grant Access حسب what type of access they need حتى في عندنا مجال بالـ Access Control نقدر نوصل لأنه نركبها بـ Timed Code أو Timed Card هلأ رح نتعرف نحن وياكم على الـ Access Control عم بتشوفوا شاشتي كلكم هلأ هايدي الـ Access Control هذا هو الـ Wi-Fi Touch Key Access Control هايدي الـ Access Control كل يلي موجودين معنا رح يحصلوا على 60% ديسكانت من إيميت سارة وهي سارة سارة 75 دولار ورح تحصلوا على 60% ديسكانت على واحدة سامبل لكل يلي عب يحضروا معنا من إيميتها هايدي الـ Access Control Wi-Fi Access Control هلأ بعد شوية منفرجيكم على الموبايل كيف بتشتغل وكيف وكيف فينا ناخد Access وفيكيف فينا نعمل عليها temporary code هايدي أول موديل عم نحكي عنه code وcard في عنا الموديل التاني أكيد هنا عم نشرح عن user management وكذا هذا الفايل كمان في ناس عنده نياه وراح أرجع أبعث لكم نياه هايدي الـ CF1 Wi-Fi هايدي بتيجي finger وcode وcard وcard هايدي اللي عم نشوفها قدامنا هاي نحنا بالنسبة لقلنا هايدي الفول solution بتجي بصمة بتجي code وبتجي card وWi-Fi وفيها temporary code وأكيد من خلال الـ Wi-Fi فينا أعمل add cards add codes وadd finger وميزتها بالـ Wi-Fi وبالـ application إنه فينا أعمل عليها temporary code فينا أعمل على cyclicity فينا أعمل على period معينة وفينا أعمل أفكتف فوريبر والـ application طبعا هي smart life نتعرف على economic keypad والأجمل حاليا ك-indoor keypad يلي هي الـ SMCK2 SMCK2 it's the best keypad the cheapest keypad يعني قديش صار مقصود مننا وراكب مننا keypad عن جد رائع وحبلكم عن سعرها هايدي code وcard indoor سعرها 37 دولار هايدي الـ easy keypad بتركب بمطارح indoor أو بتركب بمطارح بتنحمها code وcard access وأكيد تتحمل temperature وكيب بمطارح ويوضح سبق بمطارح فوريقد الآن نتحدث عن المكناة المشهورة حالياً يلي هي ال-SF2. SF2 بتجي Finger و Code. هايدي Waterproof Finger Key. أكيد فيها ويغند. فينا ننصل عليها مكانتين مبيلة. بتجي أفور يا 6-digit pin. بتتحمل لـ LED Telefuser و IP66 Protection Rating. هايدي Finger Access و Code Access. منيجي على الـ K1. SMK1 The Outdoor Easy Key Pad. هايدي أول شيء Anti-Vandle. تاني شيء بتتحمل مينيس 40 حرارة. كمان Cardo Pin. هايدي في من عنا من ها Standard. وهلأ قريباً رح يكون في عنا منها Dual Relay. يعني فيها اتنين ريلي. بتشتغل لـ BeWeb 2. فيها تشتغل مثلاً لباب الأسانسور الكابس اللي بره وتعطي Access للكابس اللي جوه بذات الوقت. و جاية كمان منها Option NFC. اليوم ما رح قول 90% ممكن يكون 80% من الأشخاص اللي معنا. كان لهم معهم بموبايلاتهم في شيء اسمه NFC. Near Field Communication. Near Field Communication هي شبه الماغنياتيك كارد. هي أصلاً أصولها. When you touch the other mobile. You can transfer data. You can manage anything. You can pay. فيك تدفع من الـ NFC على على الـ CCM Machine. و نحنا كمان جبنا من هايدي المكناة Dual Relay NFC. يعني اليوم بيقلك لأنه ما بدي يحمل كارت ما بدي يضيع الكارت. بيلقى التليفونه بإياب. مجرد ما يلمس المكناة التليفون. Grant Access وفتحنا الباب وفتنا. هايدي متلى هي زيتا. ولكن تجي بالطول. هايدي منا نفسي. هايدي Access Card Keypad. كمان في عنا منا One Relay. وهلأ قريباً جاي Two Relays. Two Relays Keypad تفسر تلكم عنا من شوي. وفي منا كمان One Relay وكمان Anti Vundle. وكمان تتحمل حرارة وهي Card Open. بنجي على الSimplest Card Reader. يلي هي الاسمس 2 EM. The Standalone Economical Reader. هايدي الماشين اهوى الماشين ممكن تركبوها كConventional Access Control Card Reader. وهيدي كمان سعر كتير حلو. هايدي سعر اثنان وثلاثين. دولار. هايدي الديفايس. مجرد ما ركبناها ووصلناها على القفل. متل ما شايفين. في معا Remote Control. في معا Card Master Add و Card Master Delete. هاي مجرد ما ركبت برمجتك كتير سهلة. منجيب الكروتي اللي بدنا اياها. منمرق Card Master Add. منمرق الكروتي قد ما بدنا. منرجع بال Master Add منسكرة. وهيك ما نكون عرفنا عليها كروتي. كل ما بدي واحد مثلا يفوت عمدخال بناية. على كمان باب أسانسور. على نقطة معينة. مجرد ما مرق الكارد Grant Access. فتحت له. ومرق. فازا. فازا منكمل. هيدا الفايل رح ابعث لكم اياه. هنا في كتير فايلات لازم تاخدوها. في اشخاص لازم تاخد اشياء من قبل. هلأ نحنا عم نشتغل عليهم. عم نعمل لينك مع كل الفولدرات. رح تشوفوا كل الفولدرات بهال لينك. وكل الفايلات يلي حكينا عنا قبل. هون عم نشوف نحنا وياكم الاسئم الكلوزر. الكلوزر يلي هو الدفاش في عنا منه سمول. في عنا منه ميديوم. وفي عنا منه لارج. بفيري كومباتيتف برايس. هيدا الدفاش يلي عم بتشوفوه قدامكم. عنا من خمسة من خمسة وعشرين لاربين كيلو. اربعين لستين وستين لثمانين كيلو. هذا الفايل رح رح نرجع نبعات لكم ايه. ومثل ما عنا الاكسس كنترولز. كمان في عنا جميع انواع اللوكس. اللي بحب بياخد السوليوشن كله. في عنا الماجناتك لوك. بتاخدوا على فيهم برايس لست كمانا. مئة وثمانين كيلو او ميتان وثمانين كيلو. في عنا الشير لوك بيوصل للألف وميتان كيلو. سترايك لوك جايبينه نحنا اوروبي. اه ميت ان سبين. ريم لوك كمان افليبل. والريم لوك كمان كمان افليبل. اه اه ماركت يال. رح نرجع نعمل شير لويندو تاني بس لحتى اه نفرجيكم عن الاكسس كنترول اللي كنا عم نحكي عنا. اه من خلال الويب سايت على www.karamelectronics.com رح نعمل هلأ نحنا وياكن اه شير سكرين قبل ما نفوت على الويب سايت. رح نفوت نحنا وياكن على الابليكيشن. يلي هي اه سمارت لايف. اه 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 متل ما شايفين هوني مجرد ما عملت انا بريس تو انلاك بتعمل انلاك وهون في عندي اللوغ كريموت اكسس كريموت انلاك اكسس هوني كل شي لوغ كيف عم تفتح الديفايس كلهم بيخدهم عبر الموبايل بالتاريخ وبالساعة وعندي كميمبر مانج كميمبر مانج عم فوت فيني فوت على اليوزر اعمل Add Fingerprint Remotely حط Code Remotely وحط اعمل Add للCards Remotely هوني دي الافكتف تايم تابعون forever هلا رح نحكي عن التمبراري كود التمبراري كود انا فيني حط Code Cyclicity فيني اعملو Once فيني اعملو اعملو From Effective Date في عندي بعض option بالتمبراري كود يعني هون مجرد ما بلشت فيه فيني حطلو Expiring Date متل ما بتشوفو معي الوقت يلي اه بنسبني فيني اعمل Repeat بس هاي دي اه بتضل مع ال Effective Date يعني عندي option انا يبلش الكود من هلا وعمل اعملو Effective Date على عشر سنين بار اكزامل حطلو Start Time and Time ونقيلو اه الايام يلي اه بدي خليه له هيدا انت الشخص يفتحه لا يفوت على ها ال device لان اعتبر شخص بدي يفوت ع دوامه دوامه من الثمانه لالثمانه مسلا من الثانان للجمعة بنعطي الثانان تلاتة اربعة خميس جمعة بطمع بنشوف هونه بنعطي من الثمانه لثمانه ونعمل Save اه صار ما عملنا الكود عملته انا random لي مع انه فيني اكتب الكود يلي بدي ايه وعملنا Save نزل الكود فينا نعمل له share للشخص يلي بدنا نبعط له اياه وفينا نحط done هلا بدنا نشوف الكودات يلي حطينا في عنا هون شي اسمه log record هيدا الكود سميناه باسمه وهيدا اللي فوق هو temporary password يلي اعطيناه مسلا له هيدا الشخص فينا اكيد نعمل له rename ونسميه بالgenerated code تبا ننسى الكود شو هوه اذا حدا سألنا شو هوه فينا نفوت ونقرأه بالlog record هاي الapplication يلي هلا نحنا اشتغلنا عليكم نحنا فيها نحنا وياكم يلي عم بتشوفوه عندي على ال screen هايدي الapplication يلي كل يلي عم تحضره معنا رح تاخده هادي ال device code وcard وراح تاخده نفس نفس الفيتشرز يلي قلق انا اشتغلت علي عبر الموبايل وهايدي اه effective على ال codes للاشخاص يلي بيحب يركبها للنوادي للاشخاص يلي بيحبوا يركبوها بشي معين يعني متل ما شفته فينا نعمل شي شهري وبدوام يعني بعد الثمانه ما بقى تفتح لاثمانه الصبح لتبلش تاخد ال effect طبعا هلا في عنا مودال تاني access control يلي اخدنا اخدنا عنه فكرة مرة الماضي يلي هو التي تي اوتال يلي هو ال hotel lock هاي ده ال hotel lock في له نوعين access فينا نعملهم مش ضروري نركبه ال hotel فينا ركبه لبات ونشتغل عليه بطريقة application التي تي لوك application تي تي لوك هي هي ال application ال access control عم نحكي مش للوتال هلا نعمل سين انا ليا موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر اوكي اوكي هلأ وصل الverification code اللي عندي على الايميل بدي اسحب الverification code لحتى اوكي وصل الكود متل ما شايفين هاي دي فينا نستخدمها to factor authentication فازل متل ما عم تشوفوا عندي على السكرين عند اللي remote unlock فينا ابعت e keys فينا اعمل عليها passcodes كمان فينا اعمل generate passcode كمان فينا اعمله one time او timed او custom فينا اعمله custom متل ما بدي هاي دي فينا اعمل كمان اد كارد permanent او timed او recurring نحط له validity period كمان متل ما عم بتشوفوا معنا هاي دي device effective اا شوي اكتر من اا من السمارت لايف لانه هاي دي بتشتغل على two levels بتشتغل على level hotel بتشتغل على level lock متل ما عم نشوف هون وانا من هوني من خلال الموبايل من خلال bluetooth فيني اا عرف card واعطيه validity period معينة start date end date واعطيه cycle start time و end time يعني كمان فيني اشتغل عليها بطريقة بس هاي دي كروتي مسلا لنادي اشتراك شهري بفوت الساعة 8 بفل الساعة 10 مسلا هون متل ما عم نشوف هاي دي افاكتف اكتر على هاي دي ال access control ليش لانه هاي دي فيني اعمل انا add للكارد وعمل له edit للكارد بالطريقة يلي عم نشوفه هون هاي دي الكارد طبعه مميز كارد طبعه هو my fair card ونفس الشي لكل يلي طلعه معنا قبل واخده lock يلي هو hotel lock نفس الشي فينا نستخدم له application tt lock وكل هال features نستفيد نقدر نستفيد منها وفينا نركبها وفينا نركبها على باب معين ما ضروري يكون باب hotel فينا ناخد كل هال functions وكل هال features بمجرد ما اشتغلنا على هاي دي ال application tt lock و application tt lock الحلو فيها كمان انه في الى web interface سوو نحنا فينا نفوت على الweb نعمل log in بس الweb بده ال gateway ال gateway شغلته يعمل تحويل من بلوتوث لا واي فاي يعني اليوم نحنا اخدنا هيدا الافل بدنا ناخد معه gateway لحتى ناخد access على الweb او ناخد access على tt hotel software على الكمبيوتر ومتل ما متل ما شرحت لكم هيدول ال two applications available عنا devices available كمانها عنا اا وهاك بنشرح لكم عن ال access control كمان access control NFC قريبا رح تكون available عنا dual relay لانه في كتير بيتلبوها dual relay وكمان رح يكون في عنا dual relay الكارت العادة الماشين يلي بتقرأ الكارت العادة حدا عنده اي سؤال بحب يسأله بحب يطرحه انا جاهز لتلقي الاسئلة الله يعافيك ستزوائل تفضل ااا موجودة عنا في عنا كتير ادفانسد يعني هي ال sm1000 اا بس هيده ملنا online ولا واي فاي هيده بتجي اثرنت اكيد هي access control ااا فيها time attendance هيده ال log طبعه transferable through the ethernet كمان ببعث لكم لينك عنا بتحضروا فيديو عنا وبتشوفوها هاو دي فيهم هاو دي مبلغ فيهم attendance بس على الموبايل يعني مش attendance بمعنى انك تعمل check in check out break in break out يعني ما انو advanced attendance فيها فيها log يعني هادày فينا نقول فيها log ناخدat log ااا فلان فت بهالوقت فلان فتاحها بهالوق labeled اااا there are no ال smart life لا ما على desktop application iltylock الى web application لانو بتشتغل online على cloud عبر عبر الويب اي راح فرجيكن هلا راح اعمل ارجع شير سكرين وفرجيكن كيف فيني اعمل كيف اعمل اكستراكت للداتا عبر التيتي لوك عبر التيتي لوك ويب سيستم ما هو راح هو راح فرجيك كيف بيطلع بيطلع مثل سي اس في خلق عم بعمل لوج ان هايدي هي الويب ااب فتنة عليها هون اه عم نشوف شو في عندي شو في عندي اسامة فيها هلا هون انا عنديها جديدة مش كتير نازل اسامة فيها متل ما شفتوها على الموبايل عم نشوفها هي زيتها هون هون عندك الاكسبورت اكسبورت لوج او اكسبورت اتندنس بتقلع تايم بيريد مسلا ايا سنة بس هان بدك ايا هات جانوري بتعمل لك هي اكسبورت تكبس على اكسبورت هلا اكيد ما في راكورت رح جارب ارجع على الركورت اللي قبل كمان انا نوريكورت ما اشتغلنا عليها كتير فينا نعمل اكسبورت لوجز كمان نعطي نعطي تاريخ معين سوري رحت كتير لورا اوكي عنا لوج من نوفمبر فينا نقول فينا نعمل اكسبورت بس تفرجي كي بيطلع اوبراشن ساكسسفول عمل داونلود للوج باكسل فايل هذا الاكسل فايل طلع لي مثل اكسل فايل وبالاكسل فايل حاكد كل اللوج ونفس الشي الاتتندنس افا بدي اعمل اكسبورت اتندنس رح جارب اعمل اكسبورت اتندنس لتوينتي توينتي ثري نوفمبر دي اكتر وقت نشغل عليها كمان نوراكدز لانه في اشي مش نبرمج علي بدا نبرمجها هي بطلقت الريموت اسيسا متل ما شفت واعل ومتل ما شفتو كلكم فينا نعمل اكسبورت لوج من الويب نطلع فايل اكسل بالنسبة لتاني ماشيني اللي شفنا نحن وياكن كيف بتشتغل هيديكي لا هيديكي على الموبايل كل شي على الموبايل بس هيدي ميزتها انه بتشتغل ويب اوب وفيه الى تو لفلز فيه الى اوتال لفل وفيه الى الاكسس كنترول لفل فيه عنا منها اكسس كنترول عادية اه حدا بحب يطرح اي سؤال تاني اه الباور انتوت طبعه اه هاي دي اي 12 فولت بالنسبة للأوتال لوك الباور طبعه هن الباتريس دابل اي يعني 6 فولت اربع بطاريات دابل اي ولو تكره معاينك ولكل يلي كانوا موجودين معنا بلاست ساشن وبهايدي الساشن اه رح يطلع لكم الاكسس كنترول والاوتال لوك بسكستي برسانت ديسكاونت متل متل ما وعدناكم لحتى تشتغلوا عليا وتاخدوا الفانكشنز اللي شفتوها معي من ميلة تيتي لوك ومن ميلة تيتي اوتال ومن ميلة اه سمارت لايف تويا اه حدا عنده اي سؤال حدا عنده اي استفسار حدا بحب يستفسر عن شي معين اكيد من كل بد رح اه واقل رح ابعط لك لبرايس لست رح ابعط لك الداتا شيد ولكل يلي معنا وعم يحضروا معنا اه بيهمني اني حضر لكم يلي بعد ما اخدوا افل بيهمني اني حضر لكم اه اه اوتال لوك تشتغلوا عليها على اتنين ابليكيشن تيتي لوك تيتي اوتال وبيهمني بذات الوقت حضر لكم اه الاكسس كنترول كود وكارت الواي فاي يلي فتنا واشتغلنا عليها على الموبايل يلي هي السمارت لايف تويا فوال انت واحد منهم رح اشلك افل ورح اشلك اكسس كود كود وكارت لحتى انتو كمان تتمرنوا عليها تشتغلوا عليها ومتلنا متل كون نعمل هالبريزنتيشن عليهم حدا حدا من الشباب عنده اي سؤال حدا من الشباب عنده اي استفسار انا بتشكر بتشكر حضوركم مرسي مرسي للكون مرسي لكل يلي طلعوا معنا وكل يلي طلعوا معنا كمان برجع بكرر اه رح يطلع لكم سكستي برسان ديسكاونت على اه الاس ام سي اتش وان يلي هي كود وكارت واي فاي اكسس كنترول انا عن جديد بتشكر بتشكر حضوركم وان شاء الله ازا بدنا نشوف ازا فينا الخميس لانه الخميس مسائب انه اه بتبلش جمعة الالام عنا ان شاء الله ان الله رضي نقطع لخميس اللي بعده خميس اللي بعده اه بنلاقيكم ب اه بنيو بريزنتيشن وبنحكي فيها كمان عن اشي جديدة خليكم عم بتتابعونا ونحنا دايما رح نكون على كلشي اه كلشي اه ادفانس تكنولوجي سيستمز انا بتشكر حضوركم بح اعمل للكل بتمنى تكونوا استفدتوا من هالا اكسس كنترول انتظار uh تناولي بح اشتركوا في القناة توقيت وسيستمزب tournament انتظار اللي في اهدفان وانه افراد من قناة تلك صحيح ايدي احضور جديدة ترجمة نانسي حاناتي اشتركوا في القناة